مرحبا رجعت لكم اليوم بدرس جديد لانريال انجين واليوم راح نكمل عمس السلسلة اللي عمسطل فيها بالعادي وهي اللعبة الصغيرة تبعنا اللي عم نبنيها درس اليوم هنركز فيه على موضوع كيف فيني اضرب بوكس بانريال انجين المرة الماضي راح فارجيكم وان وصلنا كنت انا عند اللعب عم بتحرك وفيه الانمي بيشوفني اما يشوفني بيصحب علي المسدس بيضرب علي رصاص والرصاص بتعملي دمج بالشكل ها طبعا لسه معنا هالسيستم او شي اللي هيك الدمج ما بتعمل اي تأثير بس هم نطبعه على الشاشة طيب اليوم انا كلاعقد ابلش اهجم بدي لما يكبس زر الماوس انو اضرب بوكس يعني هاي خلاصة هي درس اليوم الكاركتر عم بتحرك بكبس left mouse button بضرب بوكس مع صوت هايك الوش بالهوى بنمشي بنوصل عندي الانمي هلا الانمي نعم معلش ما كلجين عندي نجيبه صح هيك عم بضرب الانمي بتلاحظوا بتلاع عندي انمي دمج على سكريم زائد صوت البوكس انو ضرب بشيء فاول شي محتاجه هو اناميشن انا مجهز الانميشن مع مثله امبورت لحتى ما اخذ وقت بالفيديو زي ما شايفين هاي الحركة هم بضرب بوكس بالمسدس تبعه سام طيب اول بدنا نعمل لحتى نعمل رن لهاي الانميشن جو الكود تبعنا او جو البلو برنس بحتيش نحول لأناميشن مونتاج رائت كليك كرييت كرييت اناميشن مونتاج نفس الاسم انتر اي شي شرحته بالفيديوهات الماضية رح تلو نعمل عليه بسرعة للمفترض اللي عم بشوف هذا الفيديو شاف الفيديوهات الماضية فما في دعب كل فيديو هتفوت بالتفاصيل فاناميشن مونتاج هتشوفونا عم بعمل بعمل شغلات كتير بسرعة اللي هي ما رأنا عليها من قبل طيب بعد ما عملنا اناميشن مونتاج رح نروح Project Settings Input بتضيف تحكم مع زر بالحركات كونو محتاجين نحن Directions فاستخدمنا Access Mapping اما بها القصة لا محتاج Direction فانا نبدي باستخدم Action Mapping تبع Unreal Engine وراح تسميه Attack وراح اقول له من هون Left Mouse Button هلأ صار عندي Event Left Mouse Button رح اروح لبلاير تبعي افتح البلوبرنت طيب رح يبقى نقل واكتب Attack طرعا عندي Attack Event بالشكل هات طبعا ما بدي اليوزر يدال لكبس ماوس ورا بعض وattacks ورا بعض ويعمل Load Animation اكتر من مرة فمن اوله سبتحفظين طريقة تبعي بعمل Variable اسمه Is Attacking و Is Attacking هاي ها تكون بعمل تشيك انها تكون false قبل ان فوت باي لوجيك فانا بقول له اكبس Attack ليه Left Mouse Button تكون false هون بقول له Sit Is Attacking To True وبعد رح اقول له كانت Montage Play اذا ما لاقينا Montage Play منشيل Context Sensitive من لاقيها هون Montage Play نحتاج نجيب المش كنا نجيب منه GetAnimationInstance GetAnimationInstance ان كانت GetAnimationInstance عفوان هاي بالغلط اجا تكون نحطه هاي Target نوصله ومونتاجه ومونتاجه بلاي رح اختار البنش بعد ما رح اقول له اعطيني Delay بالمد الزمنية تاع الانيميشن و الكمبليت رح اقول له Set Is Attacking equal false هيك بس تخلص الحركة فين ارجاعك بس مرة ثانية هلا اذا بروح هال اللعبه فورا زي ما شفته واقف هاي بكبس بشتغل الحركة طبعا بس في عندي مشكلة لاحظوا انه بعدنا عم بقدر امشى و انا عم بضرب بدي واقف هالشي فيه ما ندح حلين يتوقف المشى اثناء الضرب يتعمل damage بين المشى و الضرب مع بعض موضوع damage شوية مع قاد رح خليين كنا درس لقدام فهلا رح نقول بس ان تكون عم تضرب ما رح تقدر تمشي اللوجيك كتير بسيط رح روح هون على Add movement inputs اللي كنا حطيهم من قبل رح ضيف branch ويقول Is Attacking equal false نشيلها من true نفس الشي هون عفوا كان للمحطة بالforce ثم هلا اذا انا عم بضرب ما رح اقدر امشى هلا و انا هلا اشوف رح كنا عم بمشى رح اضرب بوقف بطل فيني امشى لحد ما يخلص ضربة مرة تانية خلص الضربة برجع اقدر يمشى مرة تانية اضرب طيب عملنا هلا الحركة هلا قصر وقت نعمل اللوجيك اللوجيك تبع هاي الضربة يعني ممكن تصدقوا او لا انا كنت مفكر كتير انه ضربة البوكس شي شي كتير صعب بالبرمجة لحد ما عمل البرمجة لان ضربة البوكس اسهل من الرصاصة انا كنت اول عام من الرصاص كذا مرة كذا انجن فكتير سهل بالنريا انجن موضوع ضربة البوكس لانه باطيك تولس سهل لك هالموضوع كتير اول شي رح 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 اعمل الفولدر نسميه punch تمام زي ما تعلمنا دا المرة الماضية بدنا نعطي event جو الحركة احنا رح اعمل animation instance new blueprint class عفا animation notify ماش animation instance غلطت بالتعبير رح اسميه punch notify مثلا عمله save هلا رح اروح على animation تبع سام animation montage رح اروح المكان عفوا نظل عمل هالحركة بالغلط رح اروح المكان اللي بدي يصير فيه تفاعل رح اقول انا بدي ضربة مثلا من هون لهون هذا الرنج اللي يعمل فيه damage رح رح notify right click add notify state رح اقول له punch notify رح فينا اعطيه range زي ما بتلاحظو اوسع range تابعها لهون مثلا هيك طيب هاي اول خطوة هلا رح ارجح افتح notify state عفوا punch notify طيب رح هون اعمل اعمل override اعمل اعمل override اعمل 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 tracing للايد تابع سام من الايد للمسدس واذا هاي الكتلة من الايد للمسدس ضربت بشي هون بكون في عنا سرقة event damage طيب عندي out of the box اذا لا اضع من هون عندي في شي اسمه صفير صفير by channel تمام صفير trace by channel هذا هون رح يرسم صفير او كرة حوالين يعني بين two locations ان رح حددن رح يلصم حواليهم زي كتلة هاي كتلة collision اسنام الانميشن عم تمشي رح تعمل tracing للايد لحتى نعرف اذا هم تضرب بشي او لا طيب كيف نقوله رح وارجع للايد لاحظة تاخد locations فانا هون في عندي function اسمه get socket location كمان لو ما لقيت هاي الفونكشن شي context sensitive منلاقيها بالسكيلتال مش اعتقد لا مش هالي بدنا اياها get socket location اوكي بالترانسفورميشن هون شو يعني socket بانريال انجين socket هي العظمة او البون بالسكيلتون بالسكيلتون تبع الكاركتر فانا بدي اقوله جيب location تاع اليد للايد لاحظة في عندي هون start و end رح التاركت يكون المشكم رح اعمل نسخة تانية منها رح اوصل واحدة بالstart وواحدة بالend طيب شو ال start socket رح اروح الى المونتاج رح اشوف هون عندي انا البون سيستم او الهيروكي تاع السكيلتون رح اكمس على اليد اسمه hand underscore r هاي البداية تبعتي فرح اقول له hand underscore r اسم العظمة وين المسدس عندي رح اكمس عليه هو هاد اذا ما بدي ما صعب علي احفظ الاسم right click الاسم ومعنا بمسدس عن طريق خصوص ومعنا بمسدس عن طريق الاسم ومعنا بمسدس عن طريق رح اعطيها راديس مثلا 20 حتى اشوفه هلا بالديباكين في عندي راح اقول له duration شوفوا هلأ شوفوا هلأ شوفوا هلأ لازم هلأ اعطيها المش بال word context object تمام شوفوا هلأ اذا بشغل الانيميشن هون شو بيصير لحظوا عم برسم صفير حمراء هون هاي المنطقة راح يصير فيها الcollision فأنا هلأ اذا بروح المرحلة لاحظوا اي مكان مكبس بطلع لدائرة حمراء لما هون دائرة الحمراء عم تضرب بالانيميشن هون ما عم يصير عندي كولوجين لازم هاي الدائرة تصير خضرة ليش ما صارت كولوجين هي بسبب شغلة بصراحة بصراحة بسبب شغلة بصراحة انا ما افهمه كتير بس محطوط و بنفس الوقت لو بروح انا على نلاحظ نلاحظ انه كابسول منلاحظ انه كابسول تبع سام الفيزيكس محطوط على والبون محطوط فيه المحطوط المحطوط محطوطة والكاميرا محطوطة بلوك شو الفرق بينهم انا شخصيا ما بعرف فعنا حلين يام نغير هون الفيزيكس انا خايف العب بالنظام الفيزيكس صراحة رح حطه من هون لكاميرا اشوف شو بصير معنا مفروض هلأ يشتغل مفروض هلأ يشتغل كي لسه عم تطلع الدائرة رح يمشي رح رح لهون ملاحظ صار في عندي دائرة خضرة هاي معناته صار عندي كولايد مع كاركتر طيب صار عندنا كوليجن هلأ بدي اقول له الكاركتر عملت معه كوليجن بدي اعمل له أبلاي دمج رح اروح على هون out hits بتوقف اولوك δεν علي الجانس كمتابة انا استخدمت multiple spheree trasby channel بالغلاط انا هكتيرا سنبديها بمخلف ال Campaign 크게 بتعمل اكتر من object نفس الوقت تضرب اكتر من واحد انا راح غليها واحد فاول واحد بتلاقيه تمشي عليه وكلس الموضوع فماليش راح اغير هون تمام راح نرجع نقطه لكاميرا لدرو راح ارجعها نان هلا خلاص باللعب ما بعد بدي شوفه راح اقبس راح اقبس على ال out hit وقال له split structure pin هون في عندي boolean اذا صار collision فرح اقل له branch تمام راح false راح اقل له return طيب لترو راح اخذ out hit actor وقال له apply damage راح اقل له مثلا damage خليه نقول 100 خلي الضربة طليهما عليه راح اموصل هون طيب ال damage هلا مفروض يشتغل حتى نتاكد انه يشتغل راح اروح على sam character راح اقل له مثل ما عملنا المرة الماضي بالplayer ال damage كانت event any damage راح اقل له هون print string راح اقل له open راح اقل له ال damage enemy damage راح اقل له value حتى نشوفها راح اقل اللون تاع هاد ال damage مثلا اخضر عشان يطلع انه هيك ال enemy عم بنصاب اميز بس بال text بيناتهم compile save هلا اوكي خفينا الدائرة نمشي لعنده اضرب هلا ما صبته اوكي هلا صبته ال damage 100 لحظه كل مرة بدروا فيها ال damage 100 هناك اقبل radius اصغر radius اغير range الانيميش وان عم بصيب المهم احط شيء بالشيء بال location الصح وهيك صار عندي ضرب box بس سهولة مثل ما اعطينا صوت للمسدس تعني اعطي صوت للمسدس هون تعطيكم حركة ادفانست انا بحب اعمالها هاي التفاصيل الصغيرة هلا تفرق بالالعاب طبعا انا ملف الانيميش ملفات الصوت زي ما حكيت لكم بالفيديوهات موجودين هتلاقوا الفولدر تحت تلاق فيه كل الفايلات اللي عم استعملها في عندي punch hit و punch miss شو الفرق بيناتن لاحظة punch miss ان شاء الله كون الصوت طالع ما اعرف صراحة طالع ولا لا بس هو صوت box اللي هو سمو ال wash effect اللي هو box ما صاب شيء والتاني اللي هو صوت box ضرب بشء اللي هو دعم الحركة صائعة وهي انه لما بل punch notify اذا ما ضرب بشي طلع صوت ال wash اذا ضرب بشي طلع صوت box يعني هيك لما اضرب بالهو بطلع ووش لما اضرب بالكاركتر راح استخدم بالحالتين play sound 2d هاي الفونكشن بده word context object اعطيها عم منها نسختين من البداية بدها اعطيها المش component هو word context object حتى لا ما اعرف لش بده ال word context بس يلا ماشي الحال طيب راح اوصل واحدة بال true تكون هيك ابل apply damage مثلا واحدة بال false تطلع منها على return node اللي true راح اعطيها punch hit هون راح اعطيها punch miss compile هذا الحكي save شوفوا الى از بروح ال animation وبالعبها از ابدأ و بتلاقصات ال wash طلع تمام راح اروح اللعبة هلأ عم بضرب بالهوى بصوت شو وش طيب هلأ بدا روح اضرب الانمي تبعي حاول نجي غدر من ورا ما صبته نحظة ثم نزيبه ايه شوفني تعال هلس شوفني اه ظهر كل جمع عندي احول هلأ عم نصيبه اسمع الصوت صار صوت ضربة بوكس يعني تفسيلة صغيرة هيك بتعطيك الفرق انهاي خلاصة هي درس اليوم الكاركتر عم بتحرك بكبس left mouse button بضرب بوكس مع صوت هيك ال wash بالهوى بنمشي بنوصل عند الانمي هلأ الانمي نعم معلش ما كل جمع عندي نجيبه صح هيك عم بضرب الانمي بتلاحظوا بطلع عندي انمي دامج على سكريم زائد صوت البوكس انه ضرب بشيء هذا هو درسنا اليوم درس اصلا بسيط بعد كل الخطوات اللي خلصناها كل ما نتقدم بانريال انجين كنوصير الموضع اسهل فان شاء الله يكون عجبكم الدرس والمرة الجاية راح اشوفها شو نشتغل يمكن راح بل الشغل على الهيل سيستم لسه يعني ما قررت صراحة شو هكون الدرس الجاي زي ما بحكي كل فيديو انا ما عم بخطط شو بعمل بالزبط تجين الفكرة بساعتها عم قوم بصور ومنتج وخلص لانه ما عنده وقت كتر حضر لهذه الفيديوهات يكتبوا لي بالتعليقات اذا كنتوا عم استفيدوا من الفيديوهات هاي وشو حابين اعملكم المرة الجاية